اكد صاحب السموء الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على الدور الذي تضطلع به السلطة القضائية في ترسيخ العدالة وصون الحقوق منوها بأنها أمانة يتحملها بكل مسؤولية أبناء الوطن المخلصون العاملون في السلك القضائي الذين يحفظون الحقوق وفق القانون بما يسهم في مواصلة المضي قدما نحو المزيد من التقدم والازدهار تحقيقا لأهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى أيده الله ورعاه جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله اليوم عن بعد سعادة المستشار عبدالله بن حسن البوعينين نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز حيث أشار سموه إلى أهمية استمرار تطوير المنظومة العدلية عبر عمل تكملي بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية مشيدا سموه بكفاءة سلك القضاء البحريني ومؤكدا على أهمية مواصلة دعم تطوير أجهزته المختلفة عبر الاستثمار في تنمية الكوادر الوطنية العاملة بها من جانبه أعرب سعادة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يبنيه من دعم للدور المهم الذي يطلع به المجلس الأعلى للقضاء ومساعيه لمواصلة المبادرات الداعمة للتطوير المستمر ترجمة نانسي قنقر